مبروك للوحدة هارد لك للزوراء أنت وحداتي زوراء وحداوي ووحداتي نعم اليوم الوحدة صراحة الشوط الأول كان سيء جدا يعني ولكن في الشوط الثاني خصصا بعد دخول هدف العراق عندي خطة كان ما أعتقد خطة أنا تينكات هذي ثاني مبارا يدرب فيها نادي الوحدة وكان سيء في المباراة الأولى اللي خسروها أمام تحد كلبة بهدف واليوم الشوط الأول لغاية ما بعد الهدف الأول يعني الزوراء يالله صح صح فريق الوحدة لأنه فريق الزوراء تراجع كثير ولكن أهداف جميلة وخصوصا بعد التغيير اللي قام فيه بإخراج خميس إسماعيل وإدخال اللاعب الأجنبي اللي كان ميلسى بره أنت عارف ومنه أجت تمريرة الهدف الثاني اللي سجلها ببراعة خليل إبراهيم ولكن هدف عمر خريبين كان لفعل السحر مع لعبة الوحدة فوز مستحق ولكن إذا استمر يعني عملية أنك ترقد شوط وتصحى شوط هذه إشكالية خصوصا أن البطولة مجمعة في النهاية أبو السلطان أبو سلطان أبو شيري يقول مبروك للوحدة وأعذرك للزورة وبارك اللاعب الكبير إسماعيل مطر اللي اليوم بدوره بارك هذا التاحل اللي صادف عيد ميلاده الثمانة وثلاثين إنساء الله أن يعطيه طولة العمر أنا اتفق كثير مع أبو كريم بس لماذا لا نقول أن الزورة قدم شوط مثالي الشوط الأول وأجبر الوحدة على التراجع لما جاء الشوط الثاني اشتغلت خبرة لاعبين الوحدة في المقابل أن لاعبين الزورة بالغوا في الدفاع بالغوا بالتراجع وشوف نيمكن مندربهم ينادي أو يصوت طول المبارات يناديهم بالتقدم ولكن تراجعوا أكثر من اللازم وهذا الحقيقة ما جعل الوحدة يسجل هدف الثاني اللي من خارج خطة 18 وهو هدف جميل فالعموم نقول الزورة قدموا مبارات الشوط الأول الوحدة قدموا الشوط الثاني واستحقوا الفوز مبروك وهارد بك في الزورة طيب إذن الوحدة رح يشارك في دور المجموعات من دورة أبطال آسيا ضمن الجموعة الخامسة مع الريان القطري بيريسبوريس الإيراني إضافة إلى جوة الهندي بس أبو كريم قداش فيه الحظوظ الوحدة في المجموعات والله حظوظه كبير لأن الفرق اللي معاه وخصان رح يلعبون في الهند هم هذه المجموعة تلعب في الهند في قوة مدينة قوة الهندية فرصة لأن الفرق مقارنة بالمجموعات الأخرى أنا أعتقد هذه مجموعة إيش ما نعطوها للهند المجموعة لأنه قوة الهند الآن عندهم دوري محترفين جديد وقوة تتحدث البرتقالية يعني بغير عن كل أجزاء الهند كانت مستعمرة برتقالية لذلك يعشقوا كرة القدم واللعبة الأولى في قوة هي كرة القدم وفي عندهم بطل الدوري نادي محترف الدوري الهندي الآن يصرف عليه مئات الملايين في سبيل أنه يكون دوري عالمي فلذلك اختاروا مدينة قوة دعي